السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى أهله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفرك ربي وأتوب ليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب لي في البداية يريد كل ناس اللي بتشوفنا تعمل لايك واللي بيتابعنا الأول مرة يشترك معنا بالقناة وما تنسوش تفعيل زر الجرس علشان يمصلها إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة زي ما قلت حضراتكم اتأكد غياب محمد الشناوي عن مباراة الترجي القادمة بسبب ألام في السمانة والدكتور رحمد عبد الله حط له البرنامج التدريبي الخاص بيه طبعا تعرفين محمد الشناوي في الدوري أجيب عن نادي الأهلي ثلاث مباريات بعد الترض اللي اتعرض لي في مباراة سموحة آخر مباراة لعبها النادي الأهلي في الدوري تقريبا من شهر يعني لعبنا بعدها الكاس ثم لعبنا بعدها السوبر ثم خلال هذه المباريات إفريقيا بقى زهابا وعيابا الرجاء ثم الترجي وان شاء الله جمعة المقبلة مباراة الترجي مباراة العودة في استاذ القاهرة اللي الأمن وافق على حضوله عشر تلاف حد أقصى تم طرح التذاكر يعني نسبة كبيرة علي لطف هو اللي هيشارك في المباراة وده شيء جيد انه يتم تجهيزه للمباراة المقبلة بداية من مباراة الترجي نادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة بعد مباراة الترجي وقبل مباراة النهاء بإذن رب العالمين ربنا يكرمنا ونتأهل للنهاء النادي الأهلي هي لعب ثلاث مباراة قبل المباراة النهاء سواء كانت مع الوداد أو سانداونز انتوا عارفين تابعتوا مباراة الوداد وسانداونز الأقرب بعدما تعادل في المغرب سفر سفر وهو بيلعب بتسع لعبين مباراة العودة هتكون ظهرا في جنوب إفريقيا في بيروتوريا الأقرب نادي سانداونز لتوجد في النهاء أمنياتنا طبعا للنادي الوداد لكن على أرض الواقع سانداونز هو الأفضل لكن كرة القدم كل يوم فيها متغيرات يعني إصابات طرد كل ده ممكن يأثر في النهاية سننتظر ونرى كل التوفيق للنادي الأهلي بإذن رب العالمين من نسبة للنادي الأهلي اعتمد مجلس قدرة النادي الأهلي في اجتماع اليوم الترتيب يعني اجتماع أمس بقى الثلاثاء اعتمد مجلس قدرة النادي الأهلي الترتيبات الخاصة بافتتاح فرع النادي الأهلي جديد في التجمع واتحدد ليه طبعا كابتا محمود الخطيب كان أعلن عن الأول من يونيو 1-6 يوم الخميس 1-6-23 في ضوء التجهيزات اللي بتقوم بها إدارات النادي المعنية علشان يخرج الحفل بشكل يليغ باسم النادي الأهلي وتاريخه وينضم إلى البنية التحتية النادي الأهلي ومنشآت النادي الأهلي العملاقة اللي بيستحقها أعضاء مجلس قدرة النادي الأهلي طبعا هذا الفرع وبنان على معلومات من داخل النادي الأهلي بيشهد إقبال كثيف على الاشتراك في هذا الفرع خلال الفترة الحالية وإن فيه زيادة في قيمة العدوية هتبدأ من أول يوليو القادم بالنسبة لي ميدو ميدو بيطمن بيضي تطمينات لجماهير نادي الزمالك إن الأمور في الزمالك هتستقر وإن ما فيش لجان السؤال اللي بيطرح نفسه بمناسبته كإعلامي ولا كرجل في اللجنة الفنية ولا كرجل قابل الوزير وخد تطمينات من الوزير قال لك إيه أحمد حسام ميدو فيه استقرار نادي الزمالك قال لك الأسبوع المقبل هتسمعه أخبار مبشرة والاستقرار من جديد هيعود لنادي الزمالك ومش هيكون فيه لجان مؤقتة في الزمالك وقال إنه على مسؤوليته الشخصية الاستقرار هيستمر داخل نادي الزمالك وقال رسالتي للإعلاميين بقى اتقوا له في الزمالك عارف إنه نادي الزمالك بيبيع بأخبار ولكن ما فيش مراجعة للأخطاء اللي بيعملها الإعلاميين واتقوا له تاني في الزمالك مش عشان الزمالك بيمر بظروف صعبة ها تقوموا أنتوا بقى تقولوا هذا الكلام عشان تزودوا خراب في هذا النادي السؤال اللي بيطرح نفسه يا أستاذ ميدو انت ميدو ما تخلناش نخرج عن شعارنا بقى هو مين اللي قال إن النادي داخل على كارسة هو مين اللي قال إن النادي هيقفل بعد أسبوعين هو مين اللي قال إن حممات السباحة في نادي الزمالك مفياش ماء عشان مفيش مش عارفين يجيبوا كلور هو مين اللي بيقول الزبالة ومش الزبالة هو مين اللي طالب بتدخل وزير الشباب ورياضة علشان يحل مشاكل نادي هو مين اللي بقول فيه خراب في النادي إعلاميين ده قناة نادي الزمالك يا حبيبي ده اللي قال إن الزمالك آل في البعض أسبوعين اللي هو الرئيس اللي انت بتقولك إيه مش هيتعزل لا مش هيتحبس مرتضى منصوري اللي قال يا حبيبي ليه بتلبسها بقى للإعلاميين كأن الإعلام ها دي المؤمرة بقى وده الكاذب اللي بين ده أنت راجل إعلامي يا راجل ده ناس كلها سمعت هذا فيه مؤمرات عن نادي الزمالك الإعلامي مفيش اعلام تكلم عن نادي الزمالك إلا كلهم بيزقوا في نادي الزمالك ومحدش قادر يتكلم عن الوزير وحل مجلس والإدارة غير بسناء هني هتحوط لسه من الكلمة هنجيله برضو الكلام بتاعه فأنت تتصوري الاعلاميين وأخبار والزمالك ولا يا حبيبي مشيحنا ده أحمد وخد أبوه في إيده ومشي ولاد زمالك ومرتضى مصور قالك قالك ولاد صاحب العزبة هيمشو وأمير من ساعتها مراحش وجايين دلوقتي الكلام أسامة نبيه وابنه مشيحنا يميد والله علي كذا من اليمين ما الإعلام ولا الإعلام يجروا يقول بيم ولا تلت التلاتة كام على نادي الزمالك كله وبيدفع نادي الزمالك يميد وقولك أهو مشيحنا ده أسامة نبيه اللي كان مدرب في نادي الزمالك وابنه بيلعب في نادي الزمالك طالع بيقولك اللي بيحصل مع ابن في نادي الزمالك غير غير احترافي قالك لو المدرب ما يعرفش مين هو أسامة نبيه لازم اللي حواليه عرفوه من أسامة نبيه اللي كان نادي زمالك وخدم نادي الزمالك إزاي وابني وجلسات وميده طالع بيقول ان ابني اتعرض عليه اتعرض لكن نقعد مع مين فكرني بجملة بتاعة التطار ولما دخلوا في فيلم هو إسلاماء مصر فبيقولوا لأحمد رمزي ورجد أبوزها لما نحب نكلم السلطان مش عايش مين قاله مات السلطان مش قاله مات لما نحب نكلم الشعب المصري نكلم مين قاله كلمنا فهو مين ويقول لهم أنا كلمني أنا في نادي الزمالك كلمني شكرا فبيقول لك اه تعرض علينا لكن هي هي من قالك مليون ونص بعد كده قالك زودونا المبلغ مثلا بس قالك بالضرائب بنسبة المشاركة نرجع تاني للمليون ونص احنا عتعرض علينا رقب نقعد مع مين علشان نقور طلباتنا ونتفاوض على هذا الرقب ونتفاوض على الطلبات الأخرى يعني ده كلام أسامة نبيه مدرب نادي الزمالك وابنه اللي بلاح نادي الزمالك يميده ما تقولش الإعلام والإعلامين اتقوا لو أنت يميده اتق الله في الزمالك أنت يميده اللي كنت بتقول مين إقدارة نادي الزمالك مين مين أمير ومين مرتضى ومين مش عارف ايه وتتكلمه وتاريخ نادي الزمالك أنت يا ابنه ملكوش علاقة بك مش أنت يميده ولا تاني علشان ابن ميده أصبح في نادي الزمالك مش بس أصبح ده ميدو خلال هذه الفتشوف الجمال يا أخي فجأة ده ميدو كان فيدي ابنه وكان فيدي له راح نادي زمالك البعض وأنا لسه بسأله بيقول لك راح مقابل خمسة مليون جنيه وهو فري حر يعني فابنه من وقت ابنه ما تواجه لده زمالك وهو مسخر كل الأمور لخدمة مرتد عشان استقرار لابنه مش بس كده قال لك أنا أقعد مع وزير ده كمان قناة نادي زمالك بعد ما استضافت ميدو وعمل مداخل وقال لك رايحين وفجر مش عارف إيه وورا شكوانة في الفيفا وأنا هدفع فلوس الفيفا وعندي محامية إنجليزية وكلام من هذا القبيل لا ده كمان طرق يحيا راح واخد الكاميرا بتاعته رايحين بيت ميدو علشان يعملوا حوار مع ميدو وابنه اللي لسه في قطاع الناشيين ومحدش يارف عنه حاجة بننجم ابن ميدو من خلال قناة نادي الزمالك ده ابن خالد الغندور يوسف وابن وقسامة نبيه محد يعني في بعض الأحيان راحوا بتقول لكن فيه لعيبة كده راحت في الستوديو إنما ده لا طرق يحيا واخد الكاميرا رايح لميدو في البيت عنده هو وابنه يسجل معه مع ولد يعني ما نعرفش ظروفه ايه ويعني ما لعبش مباراة شان يقول لك اهو الناس يعني حضرتك بتسجل مع كل الناشيين اللي تحت السن من سن ابن ميدو لا هو ميدو بس فاحنا برضونه الجميل يعني كل حاجة مولاها تمام قالك ميدو بقى بالنسبة لابنه قال له بيقولك كمان ابنه متقلق ولا شوفنا تقلق في قطاع الدنيا ولا حد ده تعرق ازاي السهل الزمالكوية ابن مين متقلق في قطاعات الناشئين قالك ايه متقلقه هو بيلعب مركز راس الحرب قالك انا عندي قناعة بعدم تواجد ابني في نادي زمالك الا اذا كان نادي زمالك هو اللي طلبه لانه مش عايز حط ابني تحت ضغط يعني ولادي تحت ضغط ولان ابناء اللاعباء السابقين اتحطوا تحت ضغوط وكلام هذا القبيل قالك انا دايما حلمي انه ابني يلعب في نادي زمالك وقال انه لعبت في نادي زمالك ودربت نادي الزمالك هو دايما حلمه التواجد داخل جدران القلعة الجميل بقى الكابتن طارق يحيا بجماله بحلوته بهدوءه بإفهاته بترينداته بيقول ابن ميدو بيقول له اسمه علي طبعا بيقول له بيقول ده حوار بصبغة عالمية علي انت ابن العالمية يا علي انت اكيد شئيت زي بابا يا علي بابا شئي وانت سئيت شئيت زي بابا اكيد يا علي يا طارى يا علي بتروح التمرين ازاي فعلي ابن احمد حسن ميدو قال له السواء بيوصلني السواء بيوصلني فطريحي قال له يا ربنا يعينك يا علي يا بتروح بسواء سواء بيوصلك لحد باب النادي يا ربنا يا كابتن طريحي انت هتفقع مررتنا كابتن يا رجل بيقول أمك تقرب لك إيه كانوا جايبين لعب من كدامة نادي زينك بيقول لأمك تقرب لك إيه قاله أم تقرب لا 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 كابتن طريحي جميل جمال ملوش مثال حاجة تفقع المررة يا ربنا يعينك علي هو أخي ده كعاب يا كابتن طريحي يعني خالد الزندور بقى تكلم عن يوسف أسامة نبيه وقال الزمالك رغم أن أسامة نبيه نفسه قال لك أنا لم أؤكد قلت فيه كلام آه فيه مفاوضات آه والكلام قائم آه لكن خنات نادي الزمالك وكلهم هجموا أسامة نبيه بقى ويوسف أسامة نبيه ويظهر ويبقى عليك الأمان وخالد الزندور بقول لك الزمالك هنجيب أفضل من يوسف أسامة آه بمراحل يعني بس كويس إنه هو ما قالش أدجرس 900 مرة ولا زئب السرب وكلام من هذا القليل هني هتفوت بقى وكلامه عن آه نادي الزمالك والوزير والمجلس الزمالك اللي اللي قال لك هتقدم باستقالته للسلام يتقدم قال لك الزمالك قال بعد قرار العزل لا مش ماشين احنا مكملين وبعد كده الوزير والوزارة أكدت على العزل المجلس الإدارة لم يستجيب اللي قال لك فين بقى الكلام المجلس الإدارة مش عايز يستقيل والوزير مش عايز يحل وبعض من أبناء نادي الزمالك أو اللاعبين القدامى كل واحد يوم عاوز يقابل الوزير عاوز يظهر في الصورة علشان إيه ممكن يتحط اسمه في لجنة الكلام ده طبعا ماذا هو اللي يقعد مع الوزير يتحط اسمه في لجنة يتجير نادي الزمالك يبقى دخل في تاريخه وإنه أدار نادي الزمالك في فترة من الفترات وبيتكلم بيقول للوزير ماذا بعد نادي الزمالك بيغرأ في الناس بيقول لك ده طبيعي بتاع نادي الزمالك الفترة الأخيرة حد يقول لنا الوزير يعني احنا عملين يقول للوزير حل 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 في النهاية الوزير هو اللي هيكون هو السبب وزي يقول لحضراتكم الوزير بيعمل خدمة نادي الزمالك زي ما خدم نادي الزمالك وقعد مع فرجاني ساسي وفي النهاية مفيش وفي النهاية يقول لك تدخل حكومي بيقعب معه في الجنس يسأعد لخدمة الزمالك وفي النهاية بيحزبه ويقول لك تدخل حكومي كله بيلعب لمصلحته الشخصية يعني في النهاية شكرا على حسن تابعة حضارتكم وما دمتم في أمان الله ورعاياته أستغفرك ربي وأتوب ليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب ليك السلام عليكم